نعم سمر وليا عدنا من جديد بجولة على أهم مواقع بانوراما حرب تشرين التحريرية وهذا الموقع الأخير وهو الغنائم من الأسلحة الإسرائيلية بحرب تشرين التحريرية نحن نحكي أكثر عنها مع دليل السياحي اللي رافقنا آسف سلمان يسعد صباحا الله يسعد صباحكم بكل خير أهلا وسهلا فيكم البانوراما هي أصلا مستديرة الشكل على شكل قلعة فينا أنقول قلعة عربية التصميم للتعبير والدلالة على أن سوريا قلعة صمود وتصدي وهي تحتضم بداخلها حرب تشرين التحريرية المباركة والمجيدة بكل حيط من الحيطان أو جدار من الجدران عم يحكي قصة من قصص الحرب والانتصار والثقافة والتاريخ مثل ما شفنا بجولتنا هلأ نحن أمام طبعا موقع الغنائم للأسلحة الإسرائيلية بحرب تشرين التحريرية خلينا نحكي عنهم أكثر عم شوف قدامنا طبعا بعض الأسلحة طبعا هذا غيظ منفيد جزء بسيط من آلاف الغنائم في حرب تشرين نشوف عربات سيارات ناقل جند إسرائيلية مجموعة من الدبابات بكل الفئات والأصناف نشوف حطام لطائرتين ميراج وفانتوم طبعا الطيران الإسرائيلي كانت تدعوه إسرائيل زراعة طويلة بإمكانة مدئيتة تقصف أي بلد عربي تقتل أي مواطن عربي دون رادع لكن كانت بطاح الجولان والسهوبة وتلالة وجبالة ومرتفعاتها مقبرة لهذه الطائرات هناك كلمة خالد القائد الخالد حافظ الأسد قال من مدى لنا يدا خيرة مددنا له يدا خيرة ومن مدى لنا يدا شريرة مددنا له مدية تقطع الشر ونحن قطعنا يد إسرائيل الطويلة في حرب تشرين وتحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر وقهر على أيدي الجيش العربي السوري خلينا نقول له هناك شيء يجب أن نتبه علي أن الدبابات بحالة سليمة تماما دليل على أن الجند الإسرائيلي كان يترك الدباب ويهرب من أرض المعركة لأنه هو بالأساس جبال أغلب الدبابات بحالة سليمة تماما نلاحظ أن طائرات الفانتوم هي فقط الممكنة التي حاولت تشن هجوم هي تصدى لنصور الجو السوري هي محطمة لكن مثل ما قلت الدبابات بحالة سليمة ونقلات الجنود وهذا ليه على هرب وجبن العدو الإسرائيلي بهذه الحرب واللي ما زال يعني بالضبط هناك كلمة خالدة القائد الخالد حافظ الأسد قال إذا كانت تسعى إسرائيل على أن تكون الجولان ضمن حدودها فسنعمل على أن تكون تل أبيب في وسط سوريا وبإذن الله وبقيادة وسيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد سنحقق هذه المخولة لأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت أكيد هذا الشيء مؤكد ويمكننا مثل ما قلنا دائما الماضي هو يعني يحاكي التاريخ والمستقبل والحاضر نحن كمان من فترة انتصرنا بحارب شرسة على الإرهاب هذا دليل أيضا مشاهدينا على إرادة وعزيمة وقوة الجيش العربي السوري تلاحم الشعب السوري مع جيشه اليوم نحن طبعا حاولنا بجولة صباحية بذكر حرب تشرين التحريرية التعريف على أهم المواقع وتاريخ سوريا بالعقبة الزمنية 1973 المهمة جدا بحياة كل شخص وكل عائلة وكل فرد وخاصة أنه دائما نحن تاريخ سوريا عم بيحاكي أي زمن عم نعيش فيه الماضي يتكرر لكن نحن بيدينا عم ننتصر هذه الذاكرة هي اللي عم نشحث فيها الهمم والطاقة الإيجابية وهي بالنسبة أنها خزان افتخار بجيشنا العربي السوري أكيد ننقل لكم مشاهدينا كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية وننقل لهم لرجال سوري رجال الله الله يحميكم بأي بقعة جغرة فيها أنتم موجودون فيها وإن شاء الله النصر حليف لجيشنا البطل دائما وأبدا عودة إليك ليا وسمر وشكرا على المتابعة شكرا كتير زينب